اشتركوا في القناة هناخد الحلقة التانية هنكمل مع بعض حوادث العمل وايه اللي بيحصل للعامل اسناء العمل وايه اللي نقدر نعمله علشان نتجنب حوادث العمل هنراجع مع بعض اللي خدناه في الحلقة الاولى خدنا حوادث العمل وتعرفها وهي ايه هي اسبابها وقلنا ان اسبابها في منها الاخطاء الشخصية للعامل وزي التعب والارهاق وزي الاهمال وزي العوامل اقتصادية وعوامل فسيولوجية وعوامل سيكولوجية ده اللي بيقدي الى التعب والارهاق وعوامل اجتمعية وظروف عمل سيئة كل العوامل دي بتؤدي الى الارهاق وازاي يتجنب العامل الارهاق قلنا في حالة العامل الفيسيولوجية اللي هي بدنية بنحاول ان احنا ندي له اجازات علشان يرتاح تمام في حالة العامل السيكولوجية بنحاول نغير له جو العمل اللي هو الغير ملائم ليه سواء كانت مجموعة العمل او في مشاكل مع الادارة بنحاول ان احنا نتجنب المشاكل دي او لو كانت عوامل اقتصادية بنحاول نشوف ايه الاسباب اللي مقدية ان هو حالته الاقتصادية ليست جيدة ونحاول ان احنا نساعده ونشوف النقابة ونشوف كل حاجة حواليه ممكن تساعده ازاي في بيئة العمل ونحاول نقدم له ونزلله العقبات بتاعته برضو ظروف العمل السيئة لازم نوفر له ادوات مريحة يستخدمها علشان يقدر ان هو يؤدي عمله بالصورة الجيدة قلنا برضو من الاسباب اللي بتؤدي الى الاصابات في العمل وبتؤدي الى تعرض العمال لمخاطر عدم التدريب ونقص المهارة والخبرة وده بيؤدي الى ان العامل ما بيؤديش عمله بالصورة المسلى نظر لان هو ما بيتدربش على استخدام الالات اللي هو هيقوم بالشغل عليها وكمان في حالة الالات الجديدة ما بيحصلش ان هو او ان هو هيستخدم الالة جديدة ما بيحصلش ان هو يتضرب ده بيؤدي الى ان هو بتحصل له مخاطر فلازم ان احنا نضرب العمال تدريب دوري على الالات او البول وكل عام كمان نضربهم على او نعيد لهم عملية التدريب وعلشان ننمي او نحسن قدراتهم التدريبية ونحسن كفاءته في العمل على الالات اللي هو بيستخدمها طيب احنا قلنا ان هو عدم التدريب بيؤدي الى نقص الخبرة والمهارة علشان ان هو ما بيتدربش كويس فبالتالي هو بيجتهد وبيستخدم الالة بصورة غير جيدة تمام طيب ايه اللي بعمله علشان اعمل تدريب جيد للعمال قلنا علشان نعمل تدريب جيد للعمال نازم نعمل ايه نراعي بعض الامور نراعي بعض الامور زي ايه بنعمل تدريب للعمال اللي تصرفاتهم قلنا غير مأمونة بنمد العامل بتدريب اضافي مرة كل عام زي ما قلنا تمام العامل بيتعامل بتعامل سيء مع الآلة في حالة انه هو عنده شروط زهن في حالة انه هو عنده شروط زهن ايه اللي بيخلي العامل عنده شروط زهن انه هو عنده ظروف اجتماعية سيئة عنده ظروف اقتصادية سيئة عنده مشاكل في العمل نفسه فده بيؤدي الى شروط زهن برضو السن العامل اللي بيكبر في السن كفاقته في العمل مش بتبقى زي العامل السن صغير وده طبعا لازم نراعي العمال كبار السن ان احنا ما نحملهم شي فوق طائتهم او انهم نطلب منهم اعمال شاقة التعامل الخاطئ مع القالة التعامل الخاطئ مع القالة بيؤدي الى ان بيحصل اصابات ان العامل بيحصل له اصابة نتيجة انهم عندوش خبرة ولا مهارة في التعامل مع القالة دي فهو بيجتهد في التعامل مع القالة وبيحصل ان هو بيخطئ في التعامل وبيحصل ان هو ايه بيحصل له اصابات الجنس او النوع يعني الرجال والنساء الاصابات في النساء اعلى من الرجال وجد ان الاصابات في النساء اعلى من الرجال وده نتيجة ان القوى البدنية للنساء اقل من الرجال الرجال تقدر تعمل أعمال شقة لكن النساء فيه أعمال مش كل الأعمال الشقة تقدر عليها تعملها علشان كده بنلاقي نسبة الإصابات في العمال النساء أعلى من الرجال الصحة العامة للعامل يجب أن نعتني بالصحة العامة للعامل علشان اللي بيحصل إصابات للعامل أو أن الصحة للعامل غير جيدة بتؤدي إلى أنه هو الوهن والضعف وده بيؤدي أنه ما بيقدرش يؤدي عمله بالصورة المطلوبة أو أنه هو بيبقى مش قادر يعمل الشغل اللي مطلوب منه على آلة معينة فبيؤدي إلى أنه هو بيتعرض للإصابات زي الأمراض الحادة والمنزمنة والمنهكة زي مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلة والقلب والصرع الصرع من الأمراض الخطيرة جدا على العمال العامل اللي عنده صرع بقدر الإمكان ما يتعاملش مع آلات محتاجة أنه هو حرص أو محتاجة انتباه محتاجة قوة بدنية معينة محتاجة أن العامل يكون بكمل صحته لأن مرض الصرع بيسبب حالات إغماء للعامل ممكن يحصل له ده أثناء عمله فيحصل له إصابة بالغة طبعا كل ده بيأثر على انتاجية العامل في أسباب تانية قلناها ختمنا بها الحلقة المرة اللي فاتت اللي هي أسباب بتتعلق بالأجهزة وبأجهزة العمل ومعداته زي إيه؟ قلنا مفيش حواجز وقية للآلات مفيش استعمال أدوات معدات أو ممكن استعمال أدوات غير سليمة أو معيبة نظرة لتهالكها أو انتهاء عمرها الافتراضي عدم تثبيت الآلات بإحكام بيؤدي لإهتزازها أو أنها بتصدر أصوات أو بتتطير منها أجزاء في الهوى وده بيؤدي إلى إصابة العمال والأجزاء دي كمان بتتكسر وتتطير فيها ساعات آلات بيحصل لها ارتفاع في درجة الحرارة بتاعها وده ممكن يسبب حروق للعمال ده بيبقى نتيجة عدم الصيانة الدورية للآلة فيه تاني بسبب بيئة العمل وجود مواد قابلة للاشتعال بدون غطاء أو حاجز وجود مواد قابلة للاشتعال بدون غطاء أو حاجز ومفيش إرشادات بتقول إن إحنا ممنوع الاقتراب منها تمام يعني لا فيه غطاء ولا فيه حاجز ولا فيه إرشادات بتقول إن ممنوع الاقتراب منها وده طبعا لو المكان الورشة أو المصنع بيسعى أنه هو يأخذ الجودة أو يعتمد في الجودة. ده طبعا من الأسباب اللي تخليه ما يعتمدش في الجودة وما يخدش الآيزو. لأنه طبعا ما بيرعيش السلامة والصحة المهنية بالطريقة السليمة. وبيعرض العمال للمخاطر. السمح لأفراد غير مدربين بالتعامل مع المواد الخطرة. مما يؤدي إلى الحوادث. يعني شخص غير مدرب وما تدربش إزاي يتعامل مع المواد شديدة الخطورة. أو حتى فيها درجة من الخطورة. طبعا ده بيؤدي إلى الحوادث لأنه بيتعامل بتلقائية. بيتعامل على أنها مواد عادية. محدش قال له أن المادة دي خطيرة. وأن أنت لو تعرضت لها ممكن تسبب لك إصابات. سواء إصابات بالحروق أو إصابات في جهازه التنفسي. تمام؟ استنشقها في حد ذاته ممكن يسبب له إصابات. فلازم يبقى فيه تعليمات وإرشادات بتقول أن المواد دي خطيرة. ولازم يتدرب على التعامل معاها. إزاي قبل ما يستخدمها؟ وجود آلات خطيرة في أماكن غير مسموح بيها. يعني إحنا مش حطين الآلات والمعدات في الأماكن المخصصة لها. تمام؟ وده طبعاً بيبقى سوق تنظيم من القائمين على العمل في المصنع. الإزدحام والتكدس للمعدات في غير أماكنها. يعني أماكن المرور للعمال مش جيدة. مش كبيرة. مش واسعة. الآلات متكدسة. فبيؤدي ده أن العمال بيمروا من جنب الآلات مباشرة. وده ممكن يسبب خطورة جمدة جداً للعامل. ممكن يتسحب بسبب ملابسه. تمام؟ وده بيسبب إصابة بلغة جداً للعامل. فلازم يبقى فيه ممرات آمنة بين الآلات وبعضيها. علشان ما يسببش ده لإصابات للعمال. عدم ملأمة تصميم المبنى والأرضيات والأسقف والممرات والدرج والسلالم. والمخارج للعمل الموجود. أي مبنى بيتبني لازم هو بيتبني بيراع فيه السلامة والصحة المهنية. إجراءات السلامة والصحة المهنية لازم تكون متبعة أثناء بناء المباني. تمام؟ بالذات المصانع والمدارس والورش والحاجات دي. لأن هي بتسبب فيها خطورة على العمال. فيها خطورة على العمال. لازم تكون الممرات آمنة. لازم تكون السلالم معمولة بدرجة تحمل معينة. لازم يكون فيه مداخل للخروج والدخول والخروج علشان لو فيه لقدر الله حالة طوارئ. تمام؟ لازم يكون كل ده متوفر. في حالة عدم توفره ده بيؤدي إلى إصابات بلغة لو فيه لقدر الله حصل حريق أو حصل زلزال أو حصل أي حاجة من الحاجات دي. بيؤدي أن مفيش ممرات آمنة. مفيش مداخل ومخارج للطوارئ. مفيش سلالم تستحمل لو حصل هرج ومرج. أو أن مفيش خط الطوارئ معمولة بالصورة السليمة. متضربين العمال عليها. علشان ينزلوا على السلالم بصورة سليمة بالصورة الآمنة. فده بيؤدي إلى إصابات بلغة للعمال. أشعة الشمس ودرجة الحرارة ونسبة الرطوبة والدخان والأبخرة والضغط الجوي. كل ده بيؤثر على صحة العامل ومدى إتقانه للعمل. يعني أنا لو العامل بيشتغل في مكان مفتوح زي المزرع. بيجني بيزرع بيسقي. ومتعرض للشمس محرقة في الصيف. طبعا ده خطر جدا عليه إنه هو يفضل مدة طويلة في الشمس. لو في الشتاء وفيه طقس سيء فيه أمطار. تمام ده برضو بيؤدي إلى إنه هو بيؤثر على صحته. رطوبة الجو المرتفعة. الضغط الجوي بيؤثر طبعا مع كل العوامل دي. بيؤثر على صحة العامل. الأبخرة. لو فيه أبخرة بتخرج من لو فيه مثلا غليات. وبتعمل مثلا زي مصنع مواد كيميائية. فيه أبخرة بتطلع. فيه لقدر الله مواد مشاعة. كل ده بيؤثر على صحة العامل. لازم يبقى فيه إجراءات سلامة وصحة مهنية. قوية جدا بتحافظ على صحة العامل. علشان أقدر أخذ منه الإنتاجية اللي أنا عايزها. لأن أنا العامل هو الركيزة الأساسية في الورش والمصانع. وده ما ينفعش أستخدم آلات فقط. أو أن أنا أعتمد على التكنولوجيا فقط. لازم برضو الأيد العاملة. تمام؟ إيه تاني بيؤدي إلى الإصابات في بيئة العمل أو في العمل. الحوادث والإصابات قلنا منها كذا حاجة بتأدي ليها. فيه منها كمان المنبهات والمكيفات. المنبهات والمكيفات. والمخدرات. المنبهات والمكيفات والمخدرات بصفة عامة. بتعمل إيه المنبهات؟ وإيه هي المنبهات؟ وإيه هي المكيفات؟ ويعني ايه مخدرات طبعا احنا سمعنا عن الحاجات دي كلنا واحنا عايزين نعرف بالتفصيل هي ايه وبتعمل ايه عندنا المنبهات مثل الشاي والقهوة كلنا بنشرب شاي وقهوة دي بنشربها علشان تنبهنا بس ليها درجة معينة ما تزيدش عنها ليها درجة معينة ما تزيدش عنها لانها لما بتزيد عنها بتزود نسبة الكافيين في الجسم وده بيؤثر على بتأثر على درجة التنبيه والزاكرة بتاعة العامل تناول المنبهات زي الشاي المغلي القاتم فيه ناس بتحب الشاي المغلي التقيل قوي ناس بتحب الشاي المغلي التقيل قوي ده بيؤدي الى بعض الامور اللي بتحصل للعامل واللي بتقدي بالتالي الى انه هو ده بيؤثر على انتجيته ده بيؤثر على انتجيته وفيه ناس طول ما هي بتشتغل بتعمل شاي وتشربه وشايفة ان الشاي التقيل قوي ده هو ده اللي هيخليني متنبه على طول والقهوة الكتير هي ده اللي بتخليني اتنبه على طول علشان اقدر اصهر وقدر اعمل اوفر تايم وقدر اخد ايه ارباح زيادة او اخد انتاجية عالية عن زميلي لكن ده بيؤدي الى بعض الاضرار ومنها ايه بقى فقد الشهية وعصر الهض اول حاجة بتسد النفس عن الاكل فقد الشهية وعصر الهض ارق وقلق والطراب عصبي ارق يعني ايه ارق يعني ما بينامش كويس كتر شرب الشاي التقيل والقهوة الكتير بتخلي الانسان ما ينامش كويس لما بينامش كويس بيحصل ايه توطر قلق تمام لما بيحصل قلق وتوتر نتيجة الارق لازم يحصل ايه اضطراب عصبي ببقى متنرفز على طول مش طيق حد يكلمني فبالتالي بتخانق مع زميلي بعمل مشاكل وده بيأثر على بيئة العمل ما بنشتغلش بقى بنعمل بنقعد نتسبب في مشاكل والمشاكل بتأثر على العمل وبتأدي الى توقفه تمام ده يكون نتيجة ندور كده ونبحث حالة نفسية بتاعت العمل ده الارقابات النفسية بتاعته دي جاية من ايه ندور نبص نلاقي عاداته الغذائية في الاكل والشرب بتاعته سيئة من ضمنها ايه ان هو ايه شرب القهوة والشاي بطريقة خاطئة وبطريقة كبيرة بصورة كبيرة بكميات كبيرة ده بيؤدي الى الارق وبيؤدي الى فقد الشهية وعصر الهض وده كله بيؤدي الى اضطرابات عصبية رعشة باليدين تخيلوا كتر شرب الشاي التقيل بيسبب رعشة لليدين تمام زي ما سمعنا قبل كده عن مرض اسمه شلل الرعاش بيسبب رعشة جديدة او لليدين برضو كتر شرب الشاي بيؤدي لده طب ينفع عامل بيشتغل بأيديه يبقى عنده رعشة في اليدين ايديه بتتراش طبعا ده خطر جدا ممكن يسبب له اصابة بالغة تمام ماينفعش خالص ان احنا من كتر شرب الشاي والقهوة نتعرض لاصابات زي كده او امراض زي كده تؤدي الى ان هي بقى في الاخر انا علشان انا بعمل كده علشان ازود انتاجيتي علشان اصهر علشان اخد ارباح اكتر لا ده العكس اللي حصل ان انا اصبت بالامراض اللي خلتني اساسا مش قادر اشتغل الاعتدال حلو جدا في شرب المنبهات اللي هي الشاي والقهوة ارتفاع ضغط الدم وخفقان بالقلب قطر شرب الشاي والقهوة وخصوصا الشاي المغلي التقيل قوي بيؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وخفقان في القلب خفقان في القلب وارتفاع ضغط دم يعني انا صحتي مش كويسة يعني بيحصل لي ارهاق بسرعة بتعب بسرعة من اقل مجهود فهل ده هيخليني اعمل انتاجية عالية طبعا لا ده انا كده هتوقف عن العمل انا اساسا مش قادر اشتغل تمام ولما ارجع ادور في الاخر الاقي نفسي ان انا بشرب شاي وقهوة وشاي مغلي بطريقة كبيرة جدا وبصورة مستمرة وطول اليوم عمال اشرب شاي وقهوة ادى الى ان انا اتصبت بالامراض ايه هي بقى المكيفات احنا قلنا تعريف المنبهات اللي هي الشاي والقهوة ودي مواد بتحتوي على القفاين هل ممكن ندمن الشاي والقهوة اه ممكن ندمن الشاي والقهوة من قطر شربنا للشاي والقهوة بيحصل لنا ايه ادمان ما منقدرش نستغنى عنها لما ما نشربش يوم شاي ولا قهوة يحصل لنا صداع والطراب عصبي ونبقى مش قادرين نتعامل مع البشر لازم نشرب الشاي والقهوة علشان نبقى ايه نقدر نكمل يومنا وده نوع من انواع الادمان طيب ايه هي بقى المكيفات المكيفات مثل السجائر والمعسل زي السجائر والمعسل اللي هي ايه الشيشة تمام دي الناس بتاخدها برضو وبتدمنها وبيبقى في شراها في تناولها وده بيؤدي الى ايه اصابة العامل برضو بأضرار المواد دي فيها مواد ضرة المكيفات زي السجائر والمعسل فيها مواد ضرة ايه هي المواد الضرة فيها نيكوتين فيها نيكوتين وده مادة سمة النيكوتين مادة سمة اذا وصل منها للدم 60 ملي جرام بتبقى سمة لو وصل منها 60 ملي جرام للدم دفعة واحدة يكون لها تأثير مميت بيسبب شلل في عضلات التنفس تخيلوا لما النيكوتين بيزيد في الدم ويوصل ان الفرد ياخده او العامل ياخده بحوالي 60 ملي ياخد منه حوالي 60 ملي جرام دفعة واحدة ممكن يموت ممكن يحصل له شلل في عضلات الجهاز التنفسي ويموت تأثيرها مميت فاحنا السجاير والمعسل الناس بتستهتر وتقول لك لأ ما الناس كلها بتشربك لأ فيها مواد ضرة واول حاجة ضرة فيها قلنا النيكوتين وتأثيره مميت لانه سام لو وصل لو اخد حد اخده حوالي اخد منه حوالي 60 ملي جرام دفعة واحدة في وصلة الدم بتأدي الى شلل في عضلات الجهاز التنفسي والانسان بيموت تاني حاجة القطران القطران تمام ده بيرصب في انسجة المجاري الهوائية المجاري الهوائية بتاعة الانسان بيترصب فيها القطران وبيعمل اشرة جواها تخيلوا المجاري الهوائية اللي بيمشي فيها الهواء بتعمل بيترصب فيها ويعمل اشرة تسد المجرى الهوائي بتراكمها وبتؤدي لقدر الله الى سرطان الرئة علشان كده دايما دولة بتحذر من التدخين الدولة بتحذر بالتدخين والتدخين بشراها سيء جدا وبيؤدي الى انسداد في المجاري الهوائية وبيسبب اللي قدر الله الاصابة بسرطان الرئة فيه فيها غزات المواد السماء من ضمن المواد الضرة اللي موجودة في السجار والمعسل فيها غزات زي غاز اول اكسيد القربون اللي تأثيره اساسا سام غاز اول اكسيد القربون غاز سام وتأثيره سام ده لقدر الله لما بيوصل للدم بيبقى تأثيره ايه مميت يبقى المكيفات زي ايه زي السجاير والمعسل المنبهات زي ايه زي الشاي والقهوة والمشروبات اللي فيها مواد منبهة سامام زي قفايين برضو المشروبات الغازية فيها قفايين برضو تمام وقطرها برضو مش حلو او ان انسان يدمنها ده برضو بيؤدي الى صحيته بتتأثر يبقى يبقى الفرق بين المنبهات والمكيفات المنبهات زي الشاي والقهوة والمكيفات زي السجاير والمعسل ودي فيها مواد ضرة زي النكوتين والقطران او القطران وفيها برضو غازات سامة زي اول اكسيد الكربون وكل دي لما بتوصل للدم بتؤدي الى تأثير سام على الجسم والقطران بيرصب كشرة في المجاري الهوائية للجهاز التنفسي وبيقدي الى الاصابة لقدر الله بسرطان الرئة طيب ايه هي اضرار التدخين بعد اللي قلنا ده كله لازم يقوله اضرار بعد اللي احنا قلنا ده كله لازم يكون فيه اضرار ايه هي اضرار التدخين اول حاجة فقط الشهية زي برضو في المنبهات احنا عملين نشرف في شاي نشرف في شاي وقهوة فخلاص الشهية بتتسد لان المعدة مليانة مفيش احساس بالجوع مفيش حاجة تسبب الاحساس بالجوع تمام المعدة مليانة مشروبات برضو الدخان اللي بيدخل ده برضو بيسد النفس بيخلي فيه فقد للشهية والضعف وحمودة المعدة يعني ماقولش لا ده ما هو ملوش ضعف الجهاز الهضمي خالص ده حاجة في الرئة احنا بناخدها ونطلحها تاني في ناس كتير بتقعد تقول كده لا ده انت بتضر كمان اللي حواليك وبتنزل كمان بتؤثر على المعدة بتقدي الى زيادة حمود المعدة حمودة المعدة وبتقدي الى ضعف المعدة وده بيقدي الى فقد الشهية اساسا وبيقدي الى حتى الجلد بتاع الانسان المدخن بيصاب بالشيخوخة بسرعة بيفقد سويله بسرعة بسبب الدخان وبسبب المواد الضرة والسامة اللي تركزها كل ما بيزيد في الدم كل ما بيأثر على جميع اجهزة الجسم تاني حاجة برودة اليدين والرجلين نتيجة الانقباط جدر الشعيرات الدموية بيها دايما المدخنين يحسوا ان اطرافهم ساعة دايما يحسوا ان اطرافهم ساعة علشان فيه انقباط لجدر الشعيرات الدموية اللي موجودة في الاطراف بتاعته اصابة عضلات الجسم الارادية بالرجفان وعدم الاستقرار زي برضو ارتعاش اليدين زي ارتعاش اليدين رجفان يعني رعشة تمام يبقى عضلات الجسم نفسها بتبقى مش مظبوطة فيها رجفة فيها رجفة بيحس بيها الانسان المدخن بشراها فيه ناس بتدخن باعتدال فيه ناس عندها اعتدال في الحتة دي فيه ناس تانية لا بتدخن بشراها جديدة فبتبتدي تظهر عليهم الاعراض دي تالت حاجة او رابع حاجة شعور بالخفقان برضو في منطقة القلب لزيادة ضربات وبيحس ان ضربات قلبه زيادة وبيحس بالخفقان وده بيؤدي الى ايه ال ال بيحصل ارهاق بسرعة للعامل ارتفاع ضغط التم واحتمال الاصابة بتصلي بالشرعين والزبحة الصدرية دايما المدخنين يعني 99% منهم بيصابوا بالزبحة الصدرية لقدر الله بسبب ان الشراها في التدخين الشريان التاجي وبيطلب لهم دعمات وبيطلب بسبب بيطلب منهم ملع التدخين تماما علشان يبتدوا يستعيدوا صحتهم تاني احتمال حدوث اورام سرطانية بالرئة احتمال بيبقى كبير لقدر الله بسبب زي ما قلنا الاطران اللي بيترصب على المجاري التنفسية او المجاري الهوائية بتاعة الانسان المدخن بتاعة الرئة تالت حاجة في المنبهات والمكيفات هي المخدرات عندنا كمان المخدرات ايه هي تعريف المخدرات بيجي لك تعريف سؤال عرف المخدرات بيجي سؤال تمام هى مادة كيميائية طبيعية او مصنعة مادة كيميائية اما تكون طبيعية بتتزرع يعني او تكون مصنعة كيميائيا تمام دي تعريف المخدرات بتعمل ايه المادة دي بتسبب النعاس او غياب الوعي المصحوب بتسكين الالم في ناس بتاخد مسكنات علشان عندها بعض الالم وبتتدي مع الوقت تدمن المسكنات دي وما تقدرش تعيش من غيرها لانها بتسكن الالم لانها بتسكن لهم الالم لكن هي فيها نسبة مخدر فيها نسبة مخدر فبده بيؤدي الى لان المخدرات دي بتؤثر على صحة الشخص اللي بياخدها ممكن ما يكونش عارف ان هي فيها مخدرات لكنه بيلاقي نفسه انه هو مع الوقت من قطر ما هو بياخدها بسبب الالم اللي عنده انه هو ما بيقدرش ايه يستغنى عنها تمام؟ يبقى المخدرات عبارة عن مواد طبيعية او مواد مصنعة بتسبب النعاس في المقام الاول وبعدين بتسكن الالم وبتسبب الغياب عن الوعي في بعض الاحيان فيه ناس بتاخد لما بتاخد المخدرات بيحصل لها هزيان وده اللي بيحصل فعلا وده بيحصل في حالة بقى الادمان انه بيوصل لمرحلة كمان متأخرة من الادمان بيحصل هزيان وبيحصل تصرفات غريبة العقل ما بيبقاش مدركها تماما ايه هي بقى المخدرات الطبيعية؟ زي ايه المخدرات الطبيعية؟ احنا قلنا فيه مخدرات طبيعية يعني بتتزرع وفيه مخدرات مصنعة بتتصنع كيميائيا في مصانع او فيه ناس اللي هي بتعمل الحاجات دي طبعا على عكس بغير رضا الدولة او ان هي ضد القانون فبتعملها فيه حاجات خفية وبيصنعوها بطريقة معينة علشان تذهب العقل وهي بتضر عليهم طبعا ارباح لكن بتأذي الشخص اللي بياخدها ازية جامدة جدا ولازم يكون عارف كويس قوي اللي بياخد المخدرات انه هو بيدر نفسه وبيضر عمله وبيفقد عمله بسبب المخدرات ايه هي انواع المخدرات الطبيعية؟ فيه الحشيش وده بيستخرج من المادة الفعالة من قمم نبات القمب المؤنسة فيه نبات اسمه القمب بياخده القمم بتاعته وبتتعامل منه مادة بنية اللون وهي مادة راتنجية فيه تاني حاجة اسمها الكوكاين وده مادة الفعالة الموجودة في نبات الكوكا فيه نبات اسمه الكوكا ده بيتخذ منه مادة الكوكاين او مخدر الكوكاين فيه حاجة اسمها الافيون وده بتستخرج المادة الفعالة من سمار نبات الخشخاش فيه نبات اسمه الخشخاش بياخدوا منه بيعملوا حاجة اسمها الأفيون فيه الهروين والكوكاين زي ما قلنا قبل كده وهم برضو من مشتقات الأفيون أما المخدرات المصنعة بقى فيه حاجة اسمها الميسادون والسوسجون ودي بتتم تعاطي المخدرات بالشم أو الكوكاين زي الكوكاين والهروين دول بيتاخدوا بالشم أو بالتدخين ولقدر الله اللي بيصاب بحاجة زي كده بيكون طبعا بسبب التعامل مع أصدقاء السوق الحشيش بيبقى بالحقن في الأوردة ودي كلها حاجات طبعا بتدر بالصحة وطبعا الدولة بتحذر وكل الناس بتحذر منها لأنها بتذهب العقل وبتؤذي البدن وبتؤدي أن الإنسان بيفقد كل موارده المالية وبيفقد عمله وبيصبع غير قادل أساسا على العمل وده طبعا بيؤدي إلى الشخص اللي بياخد الحاجات دي لازم تحصل له إصابات في العمل ويتوقف عن العمل تماما يتوقف عن العمل تماما هو بادئ في الأول أن هو بياخدها علشان طقي أو أن هي تنبهه أو أن هي تخليه يقدر يؤدي ساعات عمل أكتر في الآخر النتيجة بتكون سلبية جدا تمام؟ بعد كده عندنا العوامل النفسية من ضمن برضو المنبهات والمكيفات والمخدرات في معاهم العوامل النفسية يتأثر الاستقرار النفسي للعامل بالظروف المحيطة به والتي تقدر تعرضه لكثير من الحوادث شيء طبيعي زي ما قلنا قبل كده الظروف المحيطة في بيته أو في مكان العمل بتاعه بتؤثر عليه نفسيا وبتؤدي إلى عدم تركيزه فده بيؤدي إلى إصابته إصابات شديدة في العمل نتيجة إلى عدم التركيز إنه مش واخد باله بيؤدي عمله إزاي بيمر من جنب آلات ما ينفعش يمر من جنبها بيدخل في مرمرات ما ينفعش ديقة ما ينفعش يدخل فيها وهو سرحان ومش عارف بيعمل إيه بيشغل آلة بطريقة خاطئة وهو سرحان ننتيجة تفكيره في الضغوط النفسية اللي عليه يبقى البيئة المحيطة بالعمل سواء كانت في العمل أو في المنزل بتؤدي إلى اضطرابات نفسية بتؤثر عليه وبتؤدي إلى أن يتعرضه للإصابات الخطيرة في بيئة عمله إيه هي العوامل اللي بتؤثر على الاستقرار النفسي للعامل إيه هي العوامل اللي بتؤثر على الاستقرار النفسي للعامل أول حاجة العلاقات الإنسانية بين الرؤساء والعمال وبين العمال نفسهم والمعاملة الحسنة ليها تأثير كبير جدا على نفسية العمال وسلكهم وبرضو بتؤثر على قلة الحوادث بتؤدي إلى قلة الحوادث يعني المعاملة الحسنة بتؤدي إلى كلة الحوادث المعاملة السيئة من الرؤساء في العمل أو من الزملاء لبعض بتؤدي إلى اضطرابات نفسية بتؤدي إلى عدم التركيز عمال يفكر في اللي بيحصل معاه وإيه أسبابه واش معنانة وبيفسك تركيزه بالتالي بيؤدي ده يأما يتسبب في إصابة زميله بعدم تركيزه أو يتسبب في إصابة نفسه طبعا وده بيكون ده بيأثر بالسلب على الانتاجية وبيؤدي إلى توقف العمل اختيار العامل للعمل المناسب له طبقا لميولو لازم نختار العامل للعمل المناسب ليه طبقا لميولو ومقترته الشخصية هو بيجيد مهنة معينة متضرب عليها كويس وبيحبها أحطه فيها محطوش في مهنة تانية خالص مالوش علاقة بيها ومش حبيبها ونفسيا مش متقبلها وأقول له لازم تنتج شيء طبيعي مش هيقدر ينتج بالصورة اللي أنا عايزها على الأقل في الأول لحد ما يتعود يتعود عليها ويأقلم نفسه عليها ويبتدي يكتسب خبرة فيها طب أنا من الأول أراعي الحتة دي ويبتدي أدي للعامل الجزء اللي هو من العمل أو المهنة اللي يشتغل فيها اللي هي تنطبق مع ميولو واللي هي متوافقة مع خبراته ومع تدريباته اللي خدها تمام؟ علشان يقل الإيه الإطراب النفسي للعامل إيه هي بعض التصرفات اللي بتنتج عن القلق النفسي؟ في تصرفات العامل بيعملها بتنتج عن القلق النفسي يعني هي ما بتبقاش كده لوحدها هو أصيب بيها كده لوحدها من غير أي أسباب لا التصرفات دي بتنتج عن القلق النفسي اللي تعرض له العامل أو الإطراب النفسي اللي تعرض له العامل إيه هي التصرفات اللي بيعملها دي؟ أول حاجة عندنا حاجة اسمها التناسي حاجة اسمها لإيه؟ التناسي يعني ايه التناسي التناسي ده الشخص فيه بيحاول يتناسى قواعد الامان ويعمد الى الطرق الغير امنة هو بقى بسبب قلق النفسي بيبتدي يعمل حاجات مضرة مضرة متناسي وليس ناسي يعني ده التناسي ناتج انه هو ايه بيعمل في بعض التعمد في بعض التعمد ليه لان انا اساسا بقى عندي اضطراب نفسي عايز اقذي عايز اقذي انا دلوقتي مش حابب المكان ومش حابب الناس اللي فيه فطبعا وانا شايفهم بيقزوني فانا بعمل نفسي ناسي ان انا فيه مفروض اتبع اجراءات السلام والصحة المعنية في الحتة دي وببتدي اعمل تصرفات ممكن تؤدي الى بعض الاصابات ممكن المتناسي ده هو عايز يضر نفسه مش لازم يكون عايز يضر غيره هو عايز يلفت النظر ليه عايز يقول انا تعمل نفسيا انا موجود يعني انا محتاج اهتمام انا عايز الناس تتغير معايا في المعاملة فيمكن لما تصاب يحصل ان الناس تتغير معايا في المعاملة وتعملني كويس بسبب التعاطف معاه فده التناسي ده اللي بيحصل نتيجة اضطراب نفسي التبرير يقصد بيه ان يعمد الشخص الى اظهار اسباب منطقية مكنعة يقنع بها نفسه الاخرين لتبرير تصرفات معينة مثل كراهيته لشخص ما يعني الجملة دي معناها ان الشخص بيكره شخص العامل بيكره شخص معين بسبب كراهيته بسبب معاملته السيئة لي بيقعد طول الوقت يبرر اسباب ويقولها النفسه ويقنع نفسه بيها علشان يكره الشخص ده هو شايف ان الشخص ده بيقذي نفسيا او ان هو بيتعالى عليه او ان هو بيتعامل معاه بالاوامر وطريقة عمل هي مش عكباه فبالتالي بيحصل له ايه اضطراب نفسي اضطراب نفسي بيقعد يخليه فكر في الموضوع ده كتير ويوجد لنفسه اسباب تخليه برر لنفسه ان لازم اش اخصده انا اقرهه ولازم يتكره بسبب التصرفات دي فيبتدي يفكر ان هو لقدر الله يقذيه او يعمل حاجة علشان ينتقم لنفسه الالصاق يعني ايه الالصاق يعني الشخص فيه عيوب العامل فيه عيوب وهو مثلا عارفها كويس او ان العيوب دي فيه انا وانا المتسبب او انا اهمال مني انا لكن بيرجع يقول لا ده فلان اللي عمل بيلصق العيوبه في اناس تانية بيلصق عيوبه في ناس اخرين انه قولها بصيغة تانية يحاول الشخص يلصق عيوبه بالاخرين او ازهار هذي العيوب في غيره وقد يدفعه ذلك الى اختلاق بعد العيوب يعني هو ما بيعترفش ان عنده عيوب لا اكمان مش مجرد ان هو ما بيعترفش لا ده هو بيلصق عيوبه بزميله يعني ممكن زميله يكونوا بيشتغلوا كويس جدا وقدر يكون زيها زيهم فهو ممكن يتصرف بعض التصرفات السيئة في عدم موجود مراقبين او كده ويلصق التصرفات دي لايه لزميله اللي هم اساسا مجتهدين وبيعملوش ما عندهمش العيوب اللي هي عنده وده نتيجة نتيجة الغيرة من زميله بعد كده التقمص يعني التقمص من اسمه باين حد بيقلت حد حد بيقلت حد يتقمص شخصيته بيحب يتقمص شخصيته شخص معين علشان يحس بالتقدير علشان يحس بالتقدير شايف مثلا ان الشخص ده هو من وجهة نظره متكبر وعشان هو متكبر من وجهة نظره برضه بيتعامل كويس او الناس بتحترمه تمام فبيبتدي يتقمص شخصية الشخص ده ويبتدي يتصرف التصرفات ايه بتاعته أو شايف شخص مثلا بيتلفظ بألفاظ غير مناسبة وعنده يقين إنه هو الناس مثلا بتعمله حساب علشان هو بممكن إنه هو ما إيه ما بيرعيش ألفاظه وإنه هو ممكن يتلفظ فالناس بتعمله حساب علشان ما إيه ما يحسوش إنه هو حد أخطأ في حقهم وكده فبيعملوا له حساب علشان إيه ما يضرهمش نفسيا فهو بيبتدي يتقمى شخصيته ويعمل زيه ويبتدي إيه هو كمان يقلده في طريقته في اسلوبه وفي كلامه علشان الناس تبتدي تحترمه زيه أو من وجهة نظره يعني إنه هما دول بيعملوا له حساب علشان هو بيتلفظ بألفاظ غير لائقة أو بأنه هو شديد أو إنه هو عصبي أو إنه هو الناس بتعمله حساب علشان كل الصفات دي فأنا ببتدي بقى بغير من نفسي من طبعتي الهادئة وإن أنا شايف إن الناس مش بتعملي الحساب ده فبتدي أغير وتقمى الشخصيت الشخص ده علشان أبقى سأيه علشان أنا القدر اللي أنا عايزه من الاحترام والتقدير من وجهة نظر وده سبب الأسباب اللي لازم تكون فيه رقابة جمدة جدا من المشرفين والفنيين ومن المديرين على مجموعات العمل علشان يقننوا الأوضاع في مجموعات العمل وعلشان يراعوا ظروف كل واحد النفسية وعلشان يقدروا يهيأوا بيئة عمل جيدة ويقدروا يسيطروا على سلوك العاملين في حاجة تانية ممكن تحصل أو تتعامل بسبب الاتراب النفسي التعويض حاجة اسمها التعويض يعني ايه التعويض؟ التعويض معناه أن واحد حاسس بشعور بالنقص في حاجة معينة جواه فبيبتدي يعوض ده باستعراض معلوماته بيقول أنا بعرف كذا وبعرف كذا وبعرف كذا وده بيخليه يصر على الجهل أنه هو يقول معلومات خطئة مثلا ويصر عليها علشان يقول أنا عندي معلومات أكتر من حد تاني أن أنا بفهم أكتر من حد تاني فبيبتدي يعوض ده بالنقص اللي عنده في شخصيته بأنه هو بيصر على استعراض معلومات عن جهل التسامح التسامح توجيه الشعور أو الرغبات إلى اهتمامات أخرى كالاهتمام بالنشاط الاجتماعي والرياضي هو مش عايز يتعامل مع أحد فبيروح يعمل نشاط اجتماعي أو رياضي أو أن يحصلوا انطواء يقعد مع نفسه وما يكلمش حد خالص ويبتدي أنه هو يبقى في حاله قوي وما يتكلمش مع حد وما يتعاملش مع حد خلص كل دي صفات غير مرغوبة تماما في العمل ولازم يبقى فيه تفاعل وفيه تواصل اجتماعي بالنقطة دي احنا بنوصل نهاية حلقتنا النهاردة من مادة الأمن الوقائي والباب التالت حوادث العمل وأترككم في رعاية الله وأمنه واشوفكم ان شاء الله الحلقة القادم